تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محططي شحن للسيارات والأوتوبيسات الكهربائية ضمن متبعته تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمدينة شرم الشيخ وخلال الجولة استقل رئيس الوزراء إحدى السيارات الكهربائية الملكي التي يتم شحنها وقام بتجربتها مشيدا بإحدى مركات السيارات التي يتم تجميعها داخل مصر لافتا إلى أن التصنيع المحلي لهذه السيارات سيتيح من انتشارها بصورة أكبر كما تفقد رئيس الوزراء إحدى محطات شحن الأوتوبيس الكهربائية حيث استمع إلى شرح من مسؤول المشروع حول مكوناته